بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد فيسرني بعد أن قدمت لكم قراءة صوتية لكتاب الأدب الصغير لابن المقفع في إصدار سابق أن أرحب بكم في إصدار جديد بعنوان قراءة صوتية لمختارات من كتاب الأدب الكبير لابن المقفع والنسخة التي اعتمدت عليها في هذه القراءة من تحقيق الدكتور إنعام فوال والناشر لها دار الكتاب العربي ببيروت الطبعة الأولى أخوكم عثمان بن صالح الحقيل قال عبد الله بن المقفع إِنَّا وَجِدْنَا النَّاسَ قَبْلَنَا كَانُوا أَعْظَمَ أَجْسَامًا وَأَوْفَرَ مَعْ أَجْسَامِهِمْ أَحْلَامًا وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَحْسَنَ بِقُوَّتِهِمْ لِلْأُمُورِ إِتْقَانًا وَأَطْوَلَ أَعْمَارًا وَأَفْضَلَ بِأَعْمَارِهِمْ لِلْأَشْيَاءِ اخْتِبَارًا فكان صاحب الدين منهم أبلغ في أمر الدين علماً وعملاً من صاحب الدين منا وكان صاحب الدنيا على مثل ذلك من البلاغة والفضل ووجدناهم لم يرضوا بما فازوا به من الفضل الذي قسم لأنفسهم حتى أشركون معهم فيما أدركوا من علم الأولى والآخرة فكتبوا به الكتب الباقية وضربوا الأمثال الشافية وكفونا به مؤونة التجارب والفطن وبلغ من اهتمامهم بذلك أن الرجل منهم كان يفتح له الباب من العلم أو الكلمة من الصواب وهو في البلد غير المأهول فيكتبه على الصخور مبادرة للأجل وكراهية منه أن يسقط ذلك عماً بعده فكان صنيعهم في ذلك صنيع الوالد الشفيقي على ولده الرحيم البر بهم الذي يجمع لهم الأموال والعقدة إرادة ألا تكون عليهم مؤونة في الطلب وخشية عجزهم كأنه إياهم يحاور ومنهم يستمعوا وآثارهم يتبع غير أن الذي نجد في كتبهم هو المنتخل من آرائهم والمنتقى من أحاديثهم ولم نجدهم غادروا شيئاً يجد واصف بليغ في صفة له مقالة لم يسبقوه إليه لا في تعظيم لله عز وجل وترغيب فيما عنده ولا في تصغير للدنيا وتزهيد فيها ولا في تحرير صنوف العلم وتقسيم أقسامها وتجزئة أجزائها وتوضيح سبلها وتبيين مآخذها ولا في وجه من وجوه الأدب وضروب الأخلاق فلم يبقى في جلين الأمر ولا صغيره لقائل بعدهم قال وقد بقيت أشياء من لطائف الأمور فيها مواضع لصغار الفطن مشتقة من جسام حكم الأولين وقولهم فمن ذلك بعض ما أنا كاتب في كتابي هذا من أبواب الأدب التي يحتاج إليها الناس يا طالب الأدب يا طالب الأدب إن كنت نوع العلم تريد فاعرف الأصول والفصول فإن كثيرا من الناس يطلبون الفصول مع إضاعة الأصول فلا يكون دركهم دركا ومن أحرز الأصول اكتفى بها عن الفصول وإن أصاب الفصل بعد إحراز الأصل فهو أفضل فأصل الأمر في الدين أن تعتقد الإيمان على الصواب وتجتنب الكبائر وتؤدي الفريضة فلزم ذلك لزوم من لا غنى له عنه طرفة عين ومن يعلم أنه إن حرمه هلك ثم إن قدرت على أن تجاوز ذلك إلى التفقه في الدين والعبادة فهو أفضل وأكمل وأصل الأمر في صلاح الجسد أن لا تحمل عليه من المآكل والمشارب والباه إلا خفافة ثم إن قدرت على أن تعلم جميع منافع الجسد ومضاره والانتفاع بذلك كله فهو أفضل وأصل الأمر في البأس والشجاعة ألا تحدث نفسك بالإدبار وأصحابك مقبلون على عدوهم ثم إن قدرت على أن تكون أول حامل وآخر منصرف من غير تضيع للحذر فهو أفضل وأصل الأمر في الجود أن لا تضن بالحقوق على أهلها ثم إن قدرت أن تزيد ذا الحق على حقه وتطول على من لا حق له فافعل فهو أفضل وأصل الأمر في الكلام أن تسلم من السقط بالتحفظ ثم إن قدرت على بارع الصواب فهو أفضل وأصل الأمر في المعيشة ألا تني عن طلب الحلال وأن تحسن التقدير لما تفيد وما تنفق ولا يغرنك من ذلك سعة تكون فيها فإن أعظم الناس في الدنيا خطرا أحوجهم إلى التقدير والملوك أحوج إليه من السوقة لأن السوقة قد تعيش بغير مال والملوك لا قوام لهم إلا بالمال ثم إن قدرت على الرفق واللطف في الطلب والعلم بوجوه المطالب فهو أفضل وأنا واعظك في أشياء من الأخلاق اللطيفة والأمور الغامضة التي لو حنكتك سن كنت خليقا أن تعلمها وإن لم تخبر عنها ولكنني قد أحببت أن أقدم إليك فيها قولا لتروض نفسك على محاسنها قبل أن تجري على عادة مساوئها فإن الإنسان قد تبتدر إليه في شبيبته المساوئ وقد يغلب عليه ما بدر إليه منها للعادة وإن لترك العادة مؤونة شديدة ورياضة صعبة إبذل إبذل لصديقك دمك ومالك إبذل لصديقك دمك ومالك ولمعرفتك رفدك ومحضرك وللعامة بشرك وتحننك ولعدوك عدلك وإنصافك وضنا بدينك وعرضك على كل أحد لا تنتحل رأي غيرك إن سمعت من صاحبك كلاما أو رأيت منه رأيا يعجبك فلا تنتحله تزينا به عند الناس واكتفي من التزين بأن تجتني الصواب إذا سمعته وتنسبه إلى صاحبه واعلم أن انتحالك ذلك مسخطة لصاحبك وأن فيه مع ذلك عارا وسخفا فإن بلغ بك ذلك أن تشير برأي الرجل وتتكلم بكلامه وهو يسمع جمعت مع الظلم قلة الحياة وهذا من سوء الأدب الفاشي في الناس ومن تمام حسن الخلق والأدب في هذا الباب أن تسخو نفسك لأخيك بمن تحل من كلامك ورأيك وتنسب إليه رأيه وكلامه وتزينه مع ذلك ما استطعت تمام إصابة الرأي والقول لا يكونن من خلقك أن تبتدئ حديثا ثم تقطعه وتقول سوفا كأنك روأت فيه بعد ابتدائك إياه وليكن ترويك فيه قبل التفوه به فإن احتجان الحديث بعد افتتاحه سخف وغم أخزن عقلك وكلامك إلا عند إصابة الموضع فإنه ليس في كل حين يحسن كل صواب وإنما تمام إصابة الرأي والقول بإصابة الموضع فإن أخطأ كذلك أدخلت المحنة على عقلك وقولك حتى تأتي به إن أتيت به في غير موضعه وهو لا بهاء ولا طلاوة له وليعرف العلماء حين تجالسهم أنك على أن تسمع أحرص منك على أن تقول لا تخلط الجدة بالهزل إن أذرت أن تفاخر أحدا ممن تستأنس إليه في لهو الحديث فاجعل غاية ذلك الجدة ولا تعتد أن تتكلم فيه بما كان هزلا فإذا بلغه أو قاربه فدعه ولا تخلطن بالجد هزلا ولا بالهزل جدا فإنك إن خلطت بالجد هزلا هجنته وإن خلطت بالهزل جدا كدرته غير أني قد علمت موطنا واحدا إن قدرت أن تستقبل فيه الجد بالهزل أصبت الرأي وظهرت على الأقران وذلك أن يتوردك متورد بالسفه والغضب وسوء اللفظ فتجيبه إجابة الهازل المداعب برحب من الذرع وطلاقة من الوجه وثبات من المنطق لا تتطاول على الأصحاب إن رأيت صاحبك مع عدوك فلا يغضبن كذلك فإنما هو أحد رجلين إن كان رجلا من إخوان الثقة فأنفع مواطنه لك أقربها من عدوك لشر يكفه عنك أو لعورة يسترها منك أو غائبة يطلع عليها لك فأما صديقك فما أغناك أن يحضره ذو ثقتك وإن كان رجلا من غير خاصة إخوانك فبأي حق تقطعه عن الناس وتكلفه أن لا يصاحب ولا يجالس إلا من تهوى تحفظ في مجلسك وكلامك من التطاول على الأصحاب وطب نفسا عن كثير مما يعرض لك فيه صواب القول والرأي مداراتا لألا يظن أصحابك أن دأبك التطاول عليهم إذا أقبل إليك مقبل بوده فسرك أن لا يدبر عنك فلا تنعم الإقبال عليه والتفتح له فإن الإنسان طبع على ضرائب لؤم فمن شأنه أن يرحل عن من لصق به ويلصق بمن رحل عنه إلا من حفظ بالأدب نفسه وكابر طبعه فتحفظ من هذا فيك وفي غيرك ادعاء العلمي فضيحة لا تكثرن ادعاء العلمي في كل ما يعرض بينك وبين أصحابك فإنك من ذلك بين فضيحتين إما أن ينازعوك فيما ادعيت فيهجم منك على الجهالة والصلف وإما أن لا ينازعوك ويخلوا في يديك ما ادعيت من الأمور فينكشف منك التصنع والمعجزة واستحيي الحياء كله من أن تخبر صاحبك أنك عالم وأنه جاهل مصرحا أو معرضا وإن استطلت على الأكفاء فلا تثقن منهم بالصفاء وإن آنست من نفسك فضلا فتحرج أن تذكره أو تبديه واعلم أن ظهوره منك بذلك الوجه يقرر في قلوب الناس من العيب أكثر مما يقرر لك من الفضل واعلم أنك إن صبرت ولم تعجل ظهر ذلك منك بالوجه الجميل المعروف عند الناس ولا يخفين عليك أن حرص الرجل على إظهار ما عنده وقلة وقاره في ذلك باب من أبواب البخل والأم وأن من خير الأعوان على ذلك السخاء والتكرم وإن أردت أن تلبس ثوب الوقار والجمال وتتحلى بحلية المودة عند العامة وتسلك الجدد الذي لا خبار فيه ولا عثار فكن عالما كجاهل وناطقا كعيي فأما العلم فيزينك ويرشدك وأما قلة ادعائه فتنفي عنك الحسد وأما المنطق إذا احتجت إليه فيبلغك حاجتك وأما الصمت فيكسبك المحبة والوقار وإذا رأيت رجلا يحدث حديثا قد علمته أو يخبر خبرا قد سمعته فلا تشاركه فيه ولا تتعقبه عليه حرصا على أن يعلم الناس أنك قد علمته فإن في ذلك خفة وسحة وسوء أدب وسخفة وليعرف إخوانك والعامة أنك إن استطعت إلى أن تفعل ما لا تقول أقرب منك إلى أن تقول ما لا تفعل فإن فضل القول على الفعل عار وهجنة وفضل الفعل على القول زينة وأنت حقيق فيما وعدت من نفسك أو أخبرت به صاحبك أن تحتجن بعض ما في نفسك إعدادا لفضل الفعل على القول وتحرزا بذلك عن تقصير فعل إن قصرا وقل ما يكون إلا مقصرا العدل نحو العدو والرضا نحو الصديق احفظ قول الحكيم الذي قال لتكن غايتك فيما بينك وبين عدوك العدل وفيما بينك وبين صديقك الرضاء وذلك أن العدو خصم تسرعه بالحجة وتغلبه بالحكام وأن الصديق ليس بينك وبينه قاض فإنما حكمه رضاه كيف تختار صديقك اجعل غاية تشبثك في مؤاخات من تؤاخي ومواصلة من تواصل توطين نفسك على أنه لا سبيل لك إلى قطيعة أخيك وإن ظهر لك منه ما تكره فإنه ليس كالمملوك تعتقه متى شئت أو كالمرأة التي تطلقها إذا شئت ولكنه عرضك ومروءتك فإنما مروءة الرجل إخوانه وأخدانه فإن عثر الناس على أنك قطعت رجلا من إخوانك وإن كنت معذرا نزل ذلك عند أكثرهم بمنزلة الخيانة للإخاء والملال فيه وإن أنت مع ذلك تصبرت على مقارته على غير الرضا عاد ذلك إلى العيب والنقيصة فالاتئاد الاتئاد والتثبت التثبت وإذا نظرت في حال من ترتئيه لإخائك فإن كان من إخوان الدين فليكن فقيها غير مراء ولا حريص وإن كان من إخوان الدنيا فليكن حرا ليس بجاهل ولا كذاب ولا شرير ولا مشنوع فإن الجاهل أهل أن يهرب منه أبواه وإن الكذاب لا يكون أخا صادق لأن الكذب الذي يجري على لسانه إنما هو من فضول كذب قلبه وإنما سمي الصديق من الصدق وقد يتهم صدق القلب وإن صدق اللسان فكيف إذا ظهر الكذب على اللسان وإن الشرير يكسبك العدو ولا حاجة لك في صداقة تجرب العداوة وإن المشنوع شانع صاحبه واعلم أن انقباضك عن الناس يكسبك العداوة وأن انبساطك إليهم يكسبك صديق السوء وسوء وسوء الأصدقاء أضر من بغض الأعداء فإنك إن واصلت صديق السوء أعيتك جرائره وإن قطعته شانك اسم القطيعة وألزمك ذلك من يرفع عيبك ولا ينشر عذرك فإن المعايب تنمي والمعاذير لا تنمي لباس قباض ولباس بصاط إلبس للناس لباسين ليس للعاقل بد منهما ولا عيش ولا مرؤة إلا بهما لباسا قباض واحتجاز من الناس تلبسه للعامة فلا يلقونك إلا متحفظا متشددا متحرزا مستعدا ولباسا بصاط واستئناس تلبسه للخاصة الثقات من أصدقائك فتلقاهم بذات صدرك وتفضي إليهم بمصون حديثك وتضع عنك مؤونة الحذر والتحفظ فيما بينك وبينهم وأهل هذه الطبقة الذين هم أهلها قليل من قليل حقا لأن ذا الرأي لا يدخل أحدا من نفسه هذا المدخل إلا بعد الإختبار والتكشف والثقة بصدق النصيحة ووفاء العهد صن لسانك اعلم أن لسانك أداة مصلة يتغالب عليه عقلك وغضبك وهواك وجهلك فكل غالب عليه مستمتع به وصارفه في محبته فإذا غالب عقلك فهو لك وإن غالب عليه شيء من أشباه ما سميت لك فهو لعدوك فإن استطعت أن تحتفظ به وتصونه فلا يكون إلا لك ولا يستولي عليه أو يشاركك فيه عدوك فافعل مؤسات الصديق إذا نابت أخاك إحدى النوائب من زوال نعمة أو نزول بلية فاعلم أنك قد ابتريت معه إما بالمؤسات فتشاركه في البلية وإما بالخذلان فتحتمل العار فالتمس المخرج عند أشباه ذلك وآثر مرؤتك على ما سواها فإذا نزلت الجائحة التي تأبى نفسك مشاركة أخيك فيها فأجمل فلعل الإجمال يسعك لقلة الإجمال في الناس وإذا أصاب أخاك فضل فإنه ليس في دنوك منه وابتغائك مودته وتواضعك له مذلة فاغتنم ذلك وعمل به إلى من تعتذر لا تعتذرن إلا إلى من يحب أن يجد لك عذرا ولا تستعينن إلا بمن يحب أن يظفرك بحاجتك ولا تحدثن إلا من يرى حديثك مغنما ما لم يغلبك الطرار وإذا اعتذر إليك معتذر فتلقه بوجه مشرق وبشر ولسان طلق إلا أن يكون ممن قطيعته غنيمة إذا غرست من المعروف غرسا وأنفقت عليه نفقة فلا تظنن في تربية ما غرست واستنمائه فتذهب النفقة الأولى ضياعا إخوان الصدق اعلم أن إخوان الصدق هم خير مكاسب الدنيا هم زينة في الرخاء وعدة في الشدة ومعونة على خير المعاش والمعاد فلا تفرطن في اكتسابهم وابتغاء الوصولات والأسباب إليهم واعلم أنك واجد رغبتك من الإخاء عند أقوام قد حالت بينك وبينهم بعض الأبهة التي قد تعتري بعض أهل المرؤات فتحجز عنهم كثيرا ممن يرغب في أمثالهم فإذا رأيت أحدا من أولئك قد عثر الدهر فأقله الاستطالة تهدم الصنيعة وتكدر المعروف إذا كانت لك عند أحد صنيعة أو كان لك عليه طول فالتمس إحياء ذلك بإماتته وتعظيمه بالتصغير له ولا تقتصرن في قلة المن به على أن تقول لا أذكره ولا أصغي بسمعي إلى من يذكره فإن هذا قد يستحي منه بعض من لا يوصف بعقل ولا كرم ولكن احذر أن يكون في مجالستك إياه وما تكلمه به أو تستعينه عليه أو تجاريه فيه شيء من الاستطالة فإن الاستطالة تهدم الصنيعة وتكدر المعروف احترس من سورة الغضب احترس من سورة الغضب وسورة الحمية وسورة الحقد وسورة الجهل وأعدد لكل شيء من ذلك عدة تجاهده بها من الحلم والتفكر والروية وذكر العاقبة وطلب الفضيلة واعلم أنك لا تصيب الغلبة إلا بالاجتهاد والفضل وأن قلة الإعداد لمدافعة الطبائع المتطلعة هو الاستسلام لها فإنه ليس أحد من الناس إلا وفيه من كل طبيعة سوء غريزة وإنما التفاضل بين الناس في مغالبة طبائع السوء فأما أن يسلم أحد من أن تكون فيه تلك الغرائز فليس في ذلك مطمع إلا أن الرجل القوي إذا كابرها بالقمع لها كلما تطلعت لم يلبث أن يميتها حتى كأنها ليست فيه وهي في ذلك كامنة كمون النار في العود فإذا وجدت قادحا من علة أو غفلة استورت كما تستورى النار عند القدح ثم لا يبدأ ضرها إلا بصاحبها كما تبدأ النار إلا بعودها الذي كانت فيه ذلل نفسك على الصبر ذلل نفسك بالصبر على جار السوء وعشير السوء وجليس السوء فإن ذلك مما لا يكاد يخطئك واعلم أن الصبر صبراني صبر المرء على ما يكره وصبره وصبره عما يحب والصبر على المكروه أكبرهما وأشبههما أن يكون صاحبه مضطرا واعلم أن اللئام أصبر أجسادا وأن الكرام هم أصبر نفوسا وليس الصبر الممدوح بأن يكون جلد الرجل وقاحا على الضرب أو رجله قوية على المشي أو يده قوية على العمل فإنما هذا من صفات الحمير ولكن الصبر الممدوح أن يكون للنفس غلوبا وللأمور محتملا وفي الضراء متجملا ولنفسه عند الرأي والحفاظ مرتبطا وللحزم مؤثرا وللهوى تاركا وللمشقة التي يرجو حسن عاقبتها مستخفا وعلى مجاهدة الأهواء والشهوات مواضبا ولبصيرته بعزمه منفذا حبب العلم إلى نفسك حبب إلى نفسك العلم حتى تلزمه وتألفه ويكون هو لهوك ولذتك وسلوتك وبلغتك واعلم أن العلم علماني علم للمنافع وعلم لتذكية العقول وأفشل علمين وأحراهما أن ينشط له صاحبه من غير أن يحض عليه علم المنافع وللعلم الذي هو ذكاء العقول وصقالها وجلاؤها فضيلة منزلة عند أهل الفضيلة والألباب كمال الجود والكرم عوذ نفسك السخاء واعلم أنه سخاءاني سخاوة نفس الرجل بما في يديه وسخاوته عما في أيدي الناس وسخاوة نفس الرجل بما في يديه أكثرهما وأقربهما من أن تدخل فيه المفاخرة وتركهما في أيدي الناس أمحض في التكرم وأبرأ من الدنس وأنزه فإن هو جمعهما فبذل وعفا فقد استكمل الجود والكرم لا تكن حسودا ليكن مما تصرف به الأذى والعذاب عن نفسك ألا تكون حسودا فإن الحسد خلق لئيم ومن لؤمه أنه موكل بالأدنى فالأدنى من الأقارب والأكفاء والمعارف والخلطاء والإخوان فليكن ما تعامل به الحسد أن تعلم أن خير ما تكون حين تكون مع من هو خير منك وأن غنما حسنا لك أن يكون عشيرك وخليطك أفضل منك في العلم فتقبس من علمه وأفضل منك في القوة فيدفع عنك بقوته وأفضل منك في المال فتفيد من ماله وأفضل منك في الجاه فتصيب حاجتك بجاهه وأفضل منك في الدين فتزداد صلاحا بصلاحه كيف تعامل عدوك ليكن مما تنظر فيه من أمر عدوك وحاسدك أن تعلم أنه لا ينفعك أن تخبر عدوك وحاسدك أنك له عدو فتنذره بنفسك وتؤذنه بحربك قبل الإعداد والفرصة فتحمله على التسلح لك وتوقد ناره عليك إن كنت مكافئا بالعداوة والضرر فإياك أن تكافئ عداوة السر بعداوة العلانية وعداوة الخاصة بعداوة العامة فإن ذلك هو الظلم واعلم مع ذلك أنه ليس كل العداوة والضرر يكافأ بمثله كالخيانة لا تكافأ بالخيانة والسرقة لا تكافأ بالسرقة ولا تتخذن اللعنة والشتم على عدوك سلاحا فإنه لا يجرح في نفس ولا منزلة ولا مال ولا دين إن أردت أن تكون داهيا فلا تحبن أن تسمى داهيا فإنه من عرف بالدهاء خاتل علانية وحذره الناس حتى يمتنع منه الضعيف ويتعرض له القوي وإن من إرب الأريبي دفن إربه ما استطاع حتى يعرف بالمسامحة في الخليقة والاستقامة في الطريقة ومن إربه ألا يؤارب العاقل المستقيم الطريقة والذي يطلع على غامض إربه فيمقته عليه وإن أردت السلامة فأشعر قلبك الهيبة للأمور من غير أن تظهر منك الهيبة فتفطن الناس بنفسك وتجرئهم عليك وتدعو إليك منهم كل الذي تهابوا فاشعب لمدارات ذلك من كتمان الهيبة وإظهار الجرأة والتهاون طائفة من رأيك اعلم أن من عدوك من يعمل في هلاكك ومنهم من يعمل في مصالحتك ومنهم من يعمل في البعد منك فاعرفهم على منازلهم ومن أقوى القوة لك على عدوك وأعز أنصارك في الغلبة له أن تحصي على نفسك العيوب والعورات كما تحصيها على عدوك وتنظر عند كل عيب تراه أو تسمعه لأحد من الناس هل قارفت ذلك العيب أو ما شاكله أو سلمت منه فإن كنت قارفت شيئا منه جعلته مما تحصي على نفسك حتى إذا أحصيت ذلك كله فكاثر عدوك بإصلاح نفسك وعثاراتك وتحصين عوراتك وإحراز مقاتلك واخذ نفسك بذلك ممسيا ومصبحا فإذا آنست منها دفعا وتهاونا به فاعدد نفسك عاجزا ضائعا خائبا معورا لعدوك ممكنا له من رميك وإن حصل من عيوبك وعوراتك ما لا تقدر على إصلاحه من ذنب مضى لك أو أمر يعيبك عند الناس ولا تراه أنت عيبا فاحفظ ذلك وما عسى أن يقول فيه قائل من حسبك أو مثال بآبائك أو عيب إخوانك ثم اجعل ذلك كله نصب عينيك واعلم أن عدوك مريدك بذلك فلا تغفل عن التهيئ له والإعداد لقوتك وحجتك وحيلتك فيه سرا وعلانية فأما الباطل فلا تروعن به قلبك ولا تستعدن له ولا تشتغلن بشيء من أمره فإنه لا يهولك ما لم يقع وما إن وقع اضمحل الشهود العدل واعلم أنه قل ما بده أحد بشيء يعرفه من نفسه وقد كان يطمع في إخفائه عن الناس فيعيره به معير عند السلطان أو غيره إلا كاد يشهد به عليه وجهه وعيناه ولسانه للذي يبدو منه عند ذلك والذي يكون من انكساره وفتوره عند تلك البديهة فاحذر هذه وتصنع لها وخذ أهبتك لبغتاتها وتقدم في أخذ العتاد لنفيها حاذر الغرام بالنساء اعلم أن من أوقع الأمور في الدين وأنهكها للجسد وأتلفها للمال وأقتلها للعقل وأزراها للمرؤة وأسرعها في ذهاب الجلالة والوقار الغرام بالنساء ومن البلاء على المغرم بهن أنه لا ينفك يأجم ما عنده وتطمح عيناه إلى ما ليس عنده منهن وإنما النساء أشباه وما يتزين في العيون والقلوب من فضل من فضل مجهولاتهن على معروفاتهن باطل وخدعة بل كثير مما يرغب عنه الراغب مما عنده أفضل مما تتوق إليه نفسه منهن وإنما المرتغب عن ما في رحله منهن إلى ما في رحال الناس كالمرتغب عن طعام بيته إلى ما في بيوت الناس بل النساء بالنساء أشبه من الطعام بالطعام وما في رحال الناس من الأطعمة أشد تفاضلاً وتفاوتاً مما في رحالهم من النساء ومن العجب أن الرجل الذي لا بأس بلبه ورأيه يرى المرأة من بعيد متلففة في ثيابها فيصور لها في قلبه الحسن والجمال حتى تعلق بها نفسه من غير رؤية ولا خبر مخبر ثم لعله يهجم منها على أقبح القبح وأدم الدمامة فلا يعظه ولا يقطعه عن أمثالها ولا يزال مشخوفاً بما لم يدق حتى لو لم يبق في الأرض غير امرأة واحدة لظن أن لها شأناً غير شأن ما ذاق وهذا هو الحمق والشقاء والسفة ومن لم يحمي نفسه ويظلفها ويحلئها عن الطعام والشراب والنساء في بعض ساعات شهوته وقدرته كان أيسر ما يصيبه من وبال ذلك انقطاع تلك اللذات عنه بخمود نار شهوته وضعف حوامل جسده وقل من تجده إلا مخادعاً لنفسه في أمر جسده عند الطعام والشراب والحمية والدواء وفي أمر مرؤته عند الأهواء والشهوات وفي أمر دينه وفي أمر دينه عند الريبة والشبهة والطمع كن متواضعاً إن استطعت أن تضع نفسك دون غايتك في كل مجلس ومقام ومقال ورأي وفعل فافعل فإن رفع الناس إياك فوق المنزلة التي تحط إليها نفسك وتقريبهم إياك إلى المجلس الذي تباعدت منه وتعظيمهم من أمرك ما لم تعظم وتزيينهم من كلامك ورأيك وفعلك ما لم تزين هو الجمال لا يعجبنك العالم ما لم يكن عالماً بمواضع ما يعلم ولا العامل إذا جهل موضع ما يعمل وإن غلبت على الكنام وقتاً فلا تغلبن على السكوت فإنه لعله يكون أشدهما لك زينة وأجلبهما إليك للمودة وأبقاهما للمهابة وأنفاهما للحسد احذر المراء وأغربه وليمنعنك حذر المراء من حسن المناظرة والمجادلة واعلم أن الممارية هو الذي لا يريد أن يتعلم ولا أن يتعلم منه فإن زعم زاعم أنه مجادل في الباطل عن الحق فإن المجادل وإن كان ثابت الحجة ظاهر البينة حاضر الذهن فإنه يخاصم إلى غير قاض وإنما قاضيه الذي لا يعدل بالخصومة إلا إليه عدل صاحبه وعقله فإن آنس أو رجى عند صاحبه عدلا يقضي به على نفسه فقد أصاب وجه أمره وإن تكلم على غير ذلك كان مماريا وإن استطعت ألا تخبر أخاك عن ذات نفسك بشيء إلا وأنت محتجن عنه بعض ذلك التماسا لفضل الفعل على القول واستعدادا لتقصير فعل إن قصر ففعل واعلم أن فضل الفعل على القول زينة وفضل القول على الفعل هجنة وأن إحكام هذه الخلة من غرائب الخلال الصبر على الأعمال يخففها إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمس الروح في مدافعتها بالروغان منها فإنه لا راحة لك إلا في إصدارها وإن الصبر عليها هو الذي يخففها عنك والضجر هو الذي يراكمها عليك فتعهد من ذلك في نفسك خصلة قد رأيتها تعتري بعض أصحاب الأعمال وذلك أن الرجل يكون في أمر من أمره فيرد عليه شغل آخر أو يأتيه شاغل من الناس يكره إتيانه فيكدر ذلك بنفسه تكديرا يفسد ما كان فيه وما ورد عليه حتى لا يحكم واحدا منهما فإذا ورد عليك مثل ذلك فليكن معك رأيك وعقلك اللذان بهما تختار الأمور ثم اختر أولى الأمرين بشغلك فاشتغل به حتى تفرغ منه ولا يعظمن عليك فوت ما فات وتأخير ما تأخر إذا أعملت الرأي معمله وجعلت شغلك في حقه واجعل لنفسك في كل شغل غاية ترجو القوة والتمام عليها لا تجاوز الغاية اعلم أنك إن جاوزت الغاية في العبادة صرت إلى التقصير وإن جاوزتها في حمل العلم لحقت بالجهال وإن جاوزتها في تكلف رضى الناس والخفة معهم في حاجاتهم كنت المحشود المصنع واعلم أن بعض العطية لؤم وبعض الصلاة غم وبعض البيان عي وبعض العلم جهل فإن استطعت أن لا يكون عطاؤك جورا ولا بيانك هذرا ولا علمك وبالا فافعل احفظ المليحة والرائعة من الأحاديث اعلم أنه ستمر عليك أحاديث تعجبك إما مليحة وإما رائعة فإذا أعجبتك كنت خليقا أن تحفظها فإن الحفظ موكل بما ملح وراعة وستحرص على أن تعجب منها الأقوام فإن الحرص على ذلك التعجب من شأن الناس وليس كل معجب لك معجبا لغيرك فإذا نشرت ذلك المرة والمرتين فلم تره وقع من السامعين موقعه منك فازدجر عن العودة فإن العجب من غير عجيب سخف شديد وقد رأينا من الناس من يعلق الشيء ولا يقلع عنه وعن الحديث به ولا يمنعه قلة قبول أصحابه له من أن يعود إليه ثم يعود ثم انظر الأخبار الرائعة فتحفظ منها فإن الإنسان من شأنه الحرص على الأخبار ولا سيما ما راع منها فأكثر الناس من يحدث بما سمع ولا يبالي ممن سمع وذلك مفسدة للصدق ومزرات بالمروءة فإن استطعت أن لا تخبر بشيء إلا وأنت به مصدق ولا يكون تصديقك إلا ببرهان فافعل ولا تقل كما يقول السفهاء أخبر بما سمعت فإن الكذب أكثر ما أنت سامع وإن السفهاء أكثر من هو قائل وإنك إن صرت للأحاديث واعيا وحاملا كان ما تعي وتحمل عن العامة أكثر مما يخترع المخترع بأطعاف من تصاحب من الناس انظر من صاحبت من الناس من ذي فضل عليك بسلطان أو منزلة أو من دون ذلك من الأكفاء والخلاطاء والإخوان فوطن نفسك في صحبته على أن تقبل منه العفو وتسخو نفسك عما اعتاص عليك مما قبله غير معاتب ولا مستبطئ ولا مستزيد فإن المعاتبة مقطعة للود وإن الاستزادة من الجشع وإن الرضا بالعفو والمسامحة في الخلق مقرب لك كل ما تتوق إليه نفسك مع بقاء العرض والمودة والمروءة واعلم أنك ستبلى من أقوام بسفه وأن سفه السفيه سيطلع له منك حقدا فإن عارضته أو كافأته بالسفه فكأنك قد رضيت ما أتى به فأحببت أن تحتدي على مثاله فإن كان ذلك عندك مذموما فحقق ذمك إياه بترك معارضته فأما أن تذمه وتمتثله فليس في ذلك لك سداد لا تصاحب أحدا إلا بمروءة لا تصاحبن أحدا وإن استأنست به أخا ذا قرابة أو أخا ذا مودة ولا والدا ولا ولدا إلا بمروءة فإن كثيرا من أهل المروءة قد يحملهم الاسترسال والتبدل على أن يصحبوا كثيرا من الخلطاء بالإدلال والتهاون والتبدل ومن فقد من صاحبه صحبة المروءة ووقارها وجلالها أحدث ذلك له في قلبه رقة شأن وسخف منزلة ولا تلتمس غلبة صاحبك والظفر عليه عند كل كلمة ورأي ولا تجترئن على تقريعه بظفرك إذا استبان وحجتك عليه إذا وضحت فإن أقواما قد يحبلهم حب الغلبة وسفه الرأي في ذلك على أن يتعقب الكلمة بعدما تنسى فيلتمس فيها الحجة ثم يستطيل بها على الأصحاب وذلك ضعف في العقل ولؤم في الأخلاق أي إكرام يعجب لا يعجبنك إكرام من يكرمك لمنزلة أو لسلطان فإن السلطان أوشك أمور الدنيا زوالا ولا يعجبنك إكرام من يكرمك للمال فإنه هو الذي يتل السلطان في سرعة الزوال ولا يعجبنك إكرامهم إياك للنسب فإن الأنساب أقل مناقب الخير غناءً عن أهلها في الدين والدنيا ولكن إذا أكرمت على دين أو مروءة فذلك فليعجبك فإن المروءة لا تزاينك في الدنيا وإن الدين لا يزاينك في الآخرة الجبن والحرص مقتلة ومحرمة اعلم أن الجبن مقتلة وأن الحرص محرمة فانظر فيما رأيت أو سمعت أمن قتل في القتال مقبلاً أكثر أمن قتل مدبراً وانظر أمن يطلب إليك بالإجمال والتكرم أحق أن تسخو نفسك له بطلبته أمن يطلب إليك بالشره والزيغ واعلم أنه ليس كل من كان لك فيه هواً فذكره ذاكر بسوء وذكرته أنت بخير ينفعه ذلك بل عسى أن يضره فلا يستخفنك ذكر أحد من صديقك أو عدوك إلا في مواطن دفع أو محامات فإن صديقك إذا وثق بك في مواطن المحامات لم يحفل بما تركت مما سوى ذلك ولم يكن له عليك سبيل لائمة وإن من أحزم الرأي لك في أمر عدوك أن لا تذكره إلا حيث تضره وأن لا تعد يسير الضرر له ضرر احترس مما يقال فيك اعلم أن الرجل قد يكون حليما فيحمله الحرص على أن يقول الناس جليد والمخافة أن يقال مهين على أن يتكلف الجهل وقد يكون الرجل زميتا فيحمله الحرص على أن يقال لسن والمخافة من أن يقال عيي على أن يقول في غير موضعه فيكون هذرا فعرف هذا وأشباهه واحترس منه كله نزاهة العرض وبقاء العز إذا بدهك أمران لا تدري أيهما أصوب فانظر أيهما أقرب إلى هواك فخالفه فإن أكثر الصواب في خلاف الهوى وليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم وليكن افتقارك إليهم في لين كلمتك لهم وحسن بشرك بهم وليكن استغناء وليكن استغناءك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك كيف تجالس الناس لا تجالس امرأا بغير طريقته فإنك إن أردت لقاء الجاهل بالعلم والجافي بالفقه والعيي بالبيان لم تزد على أن تضيع علمك وتؤذي جليسك بحملك عليه ثقل ما لا يعرف وغمك إياه بمثل ما يغتم به الرجل الفصيح من مخاطبة الأعجمي الذي لا يفقه عنه واعلم أنه ليس من علم تذكره عند غير أهله إلا عابوه ونصبوا له ونقضوه عليك وحرصوا على أن يجعلوه جهلا حتى إن كثيرا من اللهو واللعب الذي هو أخف الأشياء على الناس ليحضره من لا يعرفه فيثقل عليه ويغتم به وليعلم صاحبك أنك تشفق عليه وعلى أصحابه وإياك إن عاشرك امرؤ أو رافقك أن لا يرى منك بأحد من أصحابه وإخوانه وأخدانه رأفة فإن ذلك يأخذ من القلوب ما أخذا وإن لطفك بصاحب صاحبك أحسن عنده موقعا من لطفك به في نفسه واتق الفرح عند المحزون واعلم أنه يحقد على المنطلق ويشكر للمكتئب اعلم أنك ستسمع من جلسائك الرأي والحديث تنكره وتستجفيه وتستشنعه من المتحدث به عن نفسه أو غيره فلا يكونن منك التكذيب ولا التسخيف لشيء مما يأتي به جليسك ولا يجر أنك على ذلك أن تقول إنما حدث عن غيره فإن كل مردود عليه سيمتعض من الرد وإن كان في القوم من تكره أن يستقر في قلبه ذلك القول لخطأ تخاف أن يعقد عليه أو مضرة تخشاها على أحد فإنك قادر على أن تنقض ذلك في ستر فيكون ذلك أيسر للنقض وأبعد للبغضة ثم اعلم أن البغضة خوف وأن المودة أمن فاستكثر من المودة صامتا فإن الصمت سيدعوها إليك وإذا ناطقت فناطق بالحسن فإن المنطق الحسن يزيد في ود الصديق ويستل سخيمة الوغير واعلم أن خفض الصوت وسكون الريح ومشي القصد من دواع المودة إذا لم يخالط ذلك بأو ولا عجب أما العجب فهو من دواع المقت والشنآن المستشار ليس بضامن وجه الصواب اعلم أن المستشار ليس بكفيل وأن الرأي ليس بمضمون بل الرأي كله غرر لأن أمور الدنيا ليس شيء منها بثقة ولأنه ليس من أمرها شيء يدركه الحازم إلا وقد يدركه العاجز بل ربما أعي الحزمة ما أمكن العجزة فإذا أشار عليك صاحبك برأي ثم لم تجد عاقبته على ما كنت تأمل فلا تجعل ذلك عليه ذنبا ولا تلزمه لوما وعذلا بأن تقول أنت فعلت هذا بي وأنت أمرتني ولولا أنت لم أفعل ولا جرم لا أطيعك في شيء بعدها فإن هذا كله ضجر ولؤم وخفة فإن كنت أنت المشير فعمل برأيك أو تركه فبدى صوابك فلا تمنم به ولا ولا تكثرن ذكره إن كان فيه نجاح ولا تلمه عليه إن كان قد استبان في تركه ضرر بأن تقول ألم أقل لك فعل هذا فإن هذا مجانب لأدب الحكماء حسن الاستماع تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام ومن حسن الاستماع إمهال المتكلم حتى ينقضي حديثه وقلة التلفت إلى الجواب والإقبال بالوجه والنظر إلى المتكلم والوعي لما يقول واعلم فيما تكلم به صاحبك أن مما يهجن صواب ما يأتي به ويذهب بطعمه وبهجته ويزري به في قبوله عجلتك بذلك وقطعك حديث الرجل قبل أن يفضي إليك بذات نفسه كيف يكون الزهد إن رأيت نفسك تصاغرت إليها الدنيا أو دعتك إلى الزهادة فيها على حال تعذر من الدنيا عليك فلا يغرنك ذلك من نفسك على تلك الحال فإنها ليست بزهادة ولكنها ضجر واستخداء وتغير نفس عندما أعجزك من الدنيا وغضب منك عليها مما التوى عليك منها ولو تممت على رفضها وأمسكت عن طلبها أو شكت أن ترى من نفسك من الضجر والجزع أي أشد من ضجرك الأول بأضعاف ولكن إذا دعتك نفسك إلى رفض الدنيا وهي مقبلة عليك فأسرع إلى إجابتها حسن المجالسة وسوءها اعرف عوراتك وإياك أن تعرض بأحد فيما ضارعها وإذا ذكرت من أحد خليقة فلا تناضل عنه مناضلة المدافع عن نفسه المصغر لما يعيب الناس منه فتتهم بمثلها ولا تلح كل الإلحاح وليكن ما كان منك في غير اختلاط فإن الاختلاط من محققات الريب إذا كنت في جماعة قوم أبدا فلا تعممن جيلا من الناس أو أمة من الأمم بشتم ولا ذم فإنك لا تدري لعلك تتناول بعض أعراض جلسائك مخطئا فلا تأمن مكافأتهم أو متعمدا فتنسب إلى السفه ولا تذمن مع ذلك اسما من أسماء الرجال أو النساء بأن تقول إن هذا لقبيح من الأسماء فإنك لا تدري لعل ذلك غير موافق لبعض جلسائك ولعله يكون بعض أسماء الأهلين والحرم ولا تستصغرن من هذا شيئا فكل ذلك يجرح في القلب وجرح اللسان أشد من جرح اليد ومن الأخلاق السيئة على كل حال مغالبة الرجل على كلامه والاعتراض فيه والقطع للحديث ومن الأخلاق التي أنت جدير بتركها إذا حدت الرجل حديثا تعرفه ألا تسابقه إليه وتفتحه عليه وتشاركه فيه حتى كأنك تظهر للناس أنك تريد أن يعلم أنك تعلم مثل الذي يعلم وما عليك أن تهنئه بذلك وتفرده به وهذا الباب من أبواب البخل وأبوابه الغامضة كثيرة إذا كنت في قوم ليسوا بلغاء ولا فصحاء فدع التطاول عليهم بالبلاغة والفصاحة واعلم أن بعض شدة الحذر عون عليك فيما تحذر وأن بعض شدة الاتقاء مما يدعو إليك ما تتقي واعلم أن الناس يخدعون أنفسهم بالتعريض والتوقيع بالرجال في التماس مثالبهم ومساويهم ونقيصتهم وكل ذلك أبين عند سامعيه من وضح الصبح فلا تكونن من ذلك في غرور ولا تجعلن نفسك من أهله اعلم أن من تنكب الأمور ما يسمى حذر ومنه ما يسمى خور فإن استطعت أن يكون جبنك من الأمر قبل مواقعتك إياه فافعل فإن هذا الحذر ولا تنغمز فيه ثم تتهيبه فإن هذا هو الخور فإن الحكيم لا يخوض نهرا حتى يعلم مقدار غوره قد رأينا من سوء المجالسة أن الرجل تثقل عليه النعمة يراها بصاحبه فيكون ما يشتفي بصاحبه في تصغير أمره وتكدير النعمة عليه أن يذكر الزوال والفناء والدول كأنه واعظ وقاص فلا يخفى ذلك على من يعنى به ولا غيره ولا ينزل قوله بمنزلة الموعظة والإبلاغ ولكن بمنزلة الضجر من النعمة إذا رآها لغيره والاغتمام بها والاستراحة إلى غير روح وإني مخبرك عن صاحب لي كان من أعظم الناس في عيني وكان رأس ما أعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه كان خارجا من سلطان بطنه فلا يتشه ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد وكان خارجا من سلطان فرجه فلا يدعو إليه ريبة ولا يستخف له رأيا ولا بدن وكان خارجا من سلطان لسانه فلا يقول ما لا يعلم ولا ينازع فيما يعلم وكان خارجا من سلطان الجهالة فلا يقدم أبدا إلا على ثقة بمنفعه كان أكثر دهره صامتا فإذا نطق بذ الناطقين كان كان يرى متضاعفا مستضعفا فإذا جاء الجد فهو الليث عادية وكان لا يدخل في دعوة ولا يشترك في مراء ولا يدني بحجة حتى يرى قاضيا عدلا وشهودا عدولا وكان لا يلوم أحدا على ما قد يكون العذر في مثله حتى يعلم معتذاره وكان لا يشكو وجعا إلا إلى من يرجو عنده البرأة وكان لا يستشير صاحبا إلا من يرجو عنده النصيحة وكان لا يتبرم ولا يتسخط ولا يتشح ولا يتشك وكان لا ينقم على الولي ولا يغفل عن العدو ولا يخص نفسه دون إخوانه بشيء من اهتمامه وحيلته وقوته فعليك بهذه الأخلاق إن أطقت ولن تطيق ولكن أخذ القليل خير من ترك الجميع واعلم أن خير طبقات أهل الدنيا طبقة أصفها لك من لم ترتفع عن الوضيع ولم تتضع عن الرفيع وبهذا نصل إلى نهاية هذه القراءة الصوتية التي جاءت بعنوان مختارات من كتاب الأدب الكبير لابن المقفى أسأل الله أن ينتفع به كل من سمعه كما أدعو كل من استمع إليه أن يدعو لكل من ساهم في إعداده ونشره أخوكم عثمان ابن صالح الحقيل بلدة حائر سدير المملكة العربية السعودية مساء يوم الجمعة السابع عشر من صفر لعام ألف وأربعمائة وثلاثين هجرية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا